عناوين كثيرة تنوعت بين الأدب والفن والتاريخ وكل ما يهم القراء من إصدارات جديدة في عالم الكتب كانت حاضرة في معرض الكتاب الذي أقيم في المركز الثقافي العربي في مدينة السلمية احتفاءاً بيوم الكتاب السوري تقام احتفالية معرض شهر الكتاب السوري في كل عام وهي مناسبة كبيرة تقيمها وزارة الثقافة في مختلف محافظات القطر العربي السوري لتقديم العناوين الجديدة والإصدارات الجديدة للهيئة العامة السورية الكتاب طبعاً هذا الشهر تحاول وزارة الثقافة أن توفر الكتاب بالأسعار المقبولة جداً وهذه الأسعار بعد طباعتها على أغلفة الكتب يتم حسم 50% من قيمة هذه الكتب أي طباعة الكتب بأكملها والإصدارات بأكملها بحسم يعادل 50% من سعر الغلاف على الرغم من التطور التكنولوجي وانتشار الكتب الإلكترونية إلا أن الكتاب الورقي له جموره ومحبيه ونكهته الخاصة في القراءة معرض كتير مهم لمدينة سالمية ومدينة الثقافة الحقيقة نحن نفتقر كتير بمدينة سالمية لهيك معارض كتب متنوعة مكتبة ووافية يبقى الكتاب هو الرافض الأساسي للثقافة المعرفة وهي نمط متكامل من المعرفة البشرية تشمل عدة مجالات لاحظنا رفض المركز ثقافي العربي في السالمية عدد من الكتب المتنوعة المعرض يهدف إلى التشجيع على القراءة وإعادة الحياة إليها على اعتبار أن الكتابة هو جزء من الحالة الثقافية العامة وتشجيع جيل الشباب على القراءة محي الدين فهد للأخبارية السورية ريف حما ترجمة نانسي قنقر